صباح الخير وأهلا بكم متابعينا في كل مكان وأولى تغطياتنا اليومية مع حضراتكم هكون أنا معكم جورمين شلبي طبعاً إحنا تعودنا على مدار الفترة الكبيرة اللي فاتت إن إحنا بنتابع مع حضراتكم دايماً في أولى تغطياتنا أهم الأخبار اللي دايماً بيبحث عنها المواطنين والحقيقة إنه مفيش أهم من هذا الخبر اللي إحنا نبدأ به تغطياتنا مع حضراتكم هذا الخبر الحزين والصادم اللي فوجئنا به كلنا أمس وهو رحيل الفنان القدير سمير صابري عن عمر الناهز 86 عام بأحدى الفنادق في القهرة كان خبر صعب جداً وكان خبر صادم لنا كلنا هذا الخبر كان مسيطر على السوشيال ميديا من أمس وكان حديث الجميع خبر وفاة الفنان القدير سمير صابري سدد حالة حزن كبيرة لكل جمهوره ومحبيه وزملائه داخل الوسط الفني وخارجه الحقيقة إنه كان قيمة وقامة فنية كبيرة جداً كان رمز من رموز الفن ومسيرة فنية طويلة مليئة بالأعمال الفنية الرائعة سواء بنتكلم عن برامج مسلسلات أفلام مسيرة طويلة جداً للفنان القدير سمير صابري ومش بس المسيرة الفنية اللي ممكن نتكلم عنها كمان السيرة الطيبة اللي هو سايبها الأثر الطيب اللي هو سايبه فنان بحجم الفنان سمير صابري ويعني فنان من العيار تقيل فنان له مكانة خاصة وأعماله كمان لها مزاق خاص كان خبر صادم لينا كلنا أمس رحيل الفنان القدير سمير صابري بعد صراع طويل مع مرض القلب ويمكن على مدار الفترة الطويلة الماضية كنا بنتابع مع حضراتكم كل تطورات الحالة الصحية للفنان القدير سمير صابري لكن إن لله وإن إله رجعون خلني أقول لحضراتكم تفاصيل تشييع جنازة الفنان القدير سمير صابري وهو هتتم تشييع الجنازة اليوم من مسجد الشرطة في الشيخ زايد ويتم الدفن بمقابر الأسرة في مدينة الإسكندرية وأمس غدر جثمان الفنان القدير سمير صابري الفندق الذي توفي فيه داخله وذلك طبعا بعض الحصول على تصريح الدفن وتم نقله إلى مستشفى العجوزة وأثناء توجد الحقيقة داخل مستشفى العجوزة كانت بتتوجد بجانب الجثمان الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة وعدد كبير جدا من الفنانين والفنانات منهم النجمة الكبيرة يسرى والنجمة سمير أحمد والإعلامي عمر الليسي والفنانة أيضا نهاية العنبر والإعلامية بوسي شلبي وعدد كبير جدا من الفنانين كان متواجد أمس في مستشفى العجوزة بجانب جثمان الفنان القدير سمير صابري وأيضا كانت متواجدة الأستاذة ليلى شقيقة الفنان القدير سمير صابري حيان خبر وفاته أثار فعلة كبيرة جدا من الحزن ومصدمة على الجميع كل جمهور ومحبيه في كل أرحاء الوطن العربي رمز من رموز الفن فنان القدير سمير صابري رمز من رموز الفن ومسيرة فنية طويلة بدأت وهو في عمر العشر سنوات خليقول لحضراتكم كده شوية تفاصيل الحقيقة مش أقدر أتكلم عن هذه المسيرة الفنية الطويلة خلال هذه التغطية ربما نحتاج إلى تغطيات وأيام حتى نستطيع الكلام والحديث عن هذه المسيرة الفنية الطويلة والرائعة عشان نعرف نتكلم عن هذه الموهبة الكبيرة هذا الفنان الشامل الفنان سمير صابري كان فنان شامل كان متعدد الموهب البداية طبعا هو ولد في محافظة الإسكندرية عام 1936 وهو من أبناء محافظة الإسكندرية ولكن هو في عمر التسع عوام انفصل والده عن والدته لينتقل بعدها ويعيش مع والده في القاهرة هو من أسرة فنية هو من أسرة فنية تحب الفن وتتزوق الفن والدته كانت بتعزف البيانو وأيضا له خالة كانت تعزف العود الأسرة كلها الحقيقة كانت بتشجعه وكانوا حرسين على أن هما دايما يأخذوا إلى المسارح والسينما والده والدته جدته وخالته فهو اترب على الفن ونشأ على الفن لما انتقل مع والده للقاهرة كان بيسكن في عمارة بيقتن بها عدد من الفنانين منهم العندليب الأسمر فنان عبدالحليم خفز وهو طفل الفنان سمير صبري استطاع أنه هو يعني يجذب على الفنان عبدالحليم خفز وأنه هو يدعي أنه هو طفل أجنبي كانتها دي بقى البداية البداية لما العندليب فعلا صدقه لمدة عام كامل استطاع فيها الفنان سمير صبري أنه هو يمثل أنه هو فعلا طفل أجنبي وصدقه العندليب ولما عرف الحقيقة بقى الفنان عبدالحليم خفز قدم وقتها الفنان سمير صبري للفنانة لبنى عبدالعزيز ده وهو عنده عشر سنين لتكون بقى هذه الخطوة هي البداية بداية نشأته بقى بداية ظهوره فنية بدأ نجم في البرنامج الأوروبي وهو عشر أعوام وبدأت بعدها تتوالى الأعمال الفنية بدأ كمان يمكن مترجم لأنه كان خريج كلية أداة بقسم لغة إنجليزية فبدأ مترجم وبدأ بعدها عمله كمزيع بدأ في عدد كبير من البرنامج كلنا فاكرين برنامج ما يطلبه المستنعون كان باللغة الإنجليزية وبدأت بعدها العديد من البرامج التلفزيونية اللي كلنا تردين عليها مين هينسى برنامج هذا المساء مين هينسى برنامج النادي الدولي برنامج كان زمان برامج كثيرة برامج كانت نكحة جدا وقتها في التلفزيون المصري قبل ما نتكلم عن أعماله الفنية خليني أقول لحضراتكم أنه سيطرت حالة كبيرة جدا من الحزن أمس في مهرجان المركز الكاثوليكي أمس ونعاه عدد كبير جدا من الفنانين ممن تواجدوا في المهرجان منهم الفنانة إلهام شهين وأيضا الفنانة المشاكر ودكتورة إيناس عبدالدايم منعت وفاة الفنان القدير سامير صدري وقالت دكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الصحافة أن الراحل من عظماء الإبداع وتميز بتعدد المواهب والثقافة الواسعة وأشارت أنه كان بيمثل أحدى ركائز نجاح الأعمال التي تنوعت الأعمال الفنية التي تنوعته واللي شارك بها وقدمت العزاء طبعا بأسرته وأصدقاء ومحبي داعي الله أن يتغمض التقيد برحمته شفنا حزن الفنانة إلهم شاهمين والفنان هيني شاكر وكلمتهم المؤثرة عن الفنان القدير سامير صدري وبكاء الفنانة أمينة خالية يمكن كمان من الفنانات اللي نعط الفنان القدير سامير صدري كانت الفنانة ليلة علوي بدأ عدد كبير من الفنانين ينعوا وفاة الفنانة القدير سامير صدري الفنانة ليلة علوي قالت أنه هو اللي علمها تتصدق علمها إزاي تتصدق وكيف تخرج صدقاتها في الأماكن الصحيحة ده كان لقلته تصريح الفنانة ليلة علوي هو اللي دلها على الأماكن التي تخرج فيها الصدقة الحالة لما الإنسان في هذه المواقف لما الإنسان بيتوفف حالات الفقد والوفاء بيكون في حالة حزن خصوصا لما يكون هذا الإنسان متميز في عمله ويكون لو مسيرة طويلة لكن إنسان وفنان زي الفنان سامير صدري مسيرة فنية طويلة وكمان السيرة الطيبة اللي هو سايبها عفوا السيرة الطيبة اللي هو سايبها بين زملاء وبين كل أصدقاء وكل محبين كان صاحب سيرة طيبة فهذه المواقف بيرحل الجسد ولكن بيبقى الأثر السيرة الطيبة اللي هو سايبها مع زملائه كلنا عارفين إنه كل الفنانين أي فنان بيكون معرض في فترة حياته إنه هو لما بتبتعد عنه أضواء الشهرة وأضواء المجد وينساء الجميع بيتذكره الفنان سامير صدري حين ينساء الجميع لن ينساء سامير صدري بيكون أول واحد متواجد بجانب زملائه في الوسط الفني وبجانب أصدقائه وبيكون دائماً الصديق الوفي والمخلص هو الفنان سامير صدري بدأ عدد كبير من الفنانين إنهما يتذكروا مواقفه الجميلة ومواقفه الإنسانية ولفتاته الجميلة في هذا الإطار ولنهو بيكون أول داعم لزملائه أول من يساند زملائه ويسأل عنهم في المواقف الصعبة أول من يتواجد في المواقف الصعبة والأزمات التي يمر بها الفنانين أول من يتواجد هو الفنان الخضير سامير صدري دي صرته طيبة مع زملائه مش بس كده السيرة الطيبة كمان إنهو كان دايما بيحس على الأعمال الخيرية يعني مثلا خلييني أقول لحضراتكم إنهو من المواقف يمكن ناس كتير ما تعرفش اللي أنا هقوله دلوقتي عن الفنان القضير سامير صدري السيرة الحسنة اللي هو سايبا كان بيقضي الكثير من الوقت في دار الأيتان يسكر إنهو كان فيه موقف قضى ثلاث ساعات في دار أيتان موجودة فيه ستة أكتوبر وكان برفقته إزيس أستاذة إزيس والكاتب الصحفي الراحل مصطفى أمين أثناء تواجده في دار الأيتام وكان العديد كمان من دور الأيتام ليست هذه الدار فقط الموجودة في ستة أكتوبر كان إنهو أراد إنهو ينشر البهجة بين الأطفال وقام بالتبرع بعدد كبير من آلات الموسيقية ليقوم بإنشاء حجرة موسيقى وبها العديد من الأدوات الموسيقية داخل دار الأيتام ده ليه؟ ده لنشر البهجة والفرحة بين الأطفال على فكرة كان معروف عنه كمان أحد ألقابه إنهو ملك البهجة ملك الأفراح طبعا كلنا عارفين إنه كان بعد تجربته في الغناء وبعد ما أقام بإنشاء فرقة غنائية خاصة به كان بيتواجد في عدد كبير من الأفراح وكان فعلا بينشر حالة كبيرة من الفرحة الكلام اللي أنا بتكلم عنه ده مش من زمان قوي أنا بتكلم عن مرحلة الثمانينات والتسعينات هو فنان شامن متعدد المواهد ألشابه كتيرة جدا غير ملك الأفراح غير ملك البهجة هو المخلص لعمله المخلص لزملائه الصديق الوفي مسميات كثيرة جدا ده لإنه صاحب مسيرة طيبة مسيرة طيبة من الأعمال الفنية ومواقفه النبيلة مع زملائه وأصدقائه ومواقفه الإنسانية يحب ينشر البهجة والفرحة بين الأطفال وبالتحديد في دور الأيتام يمكن يعني وأنا بخرق شوية عن شخصية الفنان القادير سامير صبري برضو وجدت أنه هو أيام زلزال سنة 1992 كان حريص على أنه هو يقوم بعمل حفل كبير وبدأ يتواصل مع عدد كبير من الشخصيات العامة والفنانيين والفنانات لإقامة حفل كبير وأن تكون ريع هذا الحفل تكون لصالح ضحايا زلزال 92 توصل مع عدد كبير جدا وطبعا كانت لفتة إنسانية جميلة جدا منه وزي ما قلت لحضراتكم هو الفنان له لفتاة إنسانية رائعة مواقف كثيرة الحقيقة أو أعمال كثيرة جدا يعني لن أستطيع أن أنا أتكلم عنها كم لها في هذه التغطية الحقيقة هنتاج لأيام علشان نعرف نتكلم عن فنان بحجم وقدر الفنان القدير سامير صابري الفنان الشامل الأعلامي المطر الممثل فنان سامير صابري إحنا تكلمنا من شوية يمكن عن برامجه اللي كلنا متذكرينها وهتفضل علقة في أزهاننا جميعا وبتذكرنا كلنا يعني اللي هو زي بيقول بأيام الطفولة وأحلى أيام خلينا نتكلم كمان عن الأفلام كانت بدايته في الأفلام فيلم حكاية حب سنة 1959 طبعا له العديد من الأفلام كلنا أكيد بنتذكرها كلنا فاكرين طبعا أهم أفلامه زي البحث عن فضيحة فيلم كمان أخطر رجل في العالم وأيضا فيلم جحيم تحت الماء وفيلم الإخوة الأعداء قدش فينا هيقدر ينسى هذه الأفلام أبدا وهتظل علقة في أزهاننا وهتفضل محفورة في قلوبنا جميعا المسلسلات مسلسلات كثيرة جدا أيضا يمكن كان آخرة كان مسلسل فالانتينو مع الزعيم عاد الإمام أطال الله في عمره وأيضا كانت له مشاركات في عدد كبير من المسلسلات يمكن هنتكلم عن الفترة الأخيرة شوية المسلسلات اللي كانت حققت نجاح كبير وكلنا هنقدر متذكرنا كان مسلسل قضية رأي عام مع الفنانة الكبيرة يسرى عدد فائل من الأعمال الدرامية والأفلام شركات عديدة هنا وهناك برامج أفلام مسلسلات لكن في نهاية هذه التعطية كل اللي نقدر نقوله اللي نقدر نقوله إن لله وإن إليه رجعون اليوم نودع الفنان القضير سمير صبري إلى مثواء الأخير بعد مسيرة فنية مليئة بالأعمال الخاصة عمال لها نكهة خاصة عمال بمذاق خاص فنان من العيار التقيل الفنان القضير سمير صبري متعدد المواهب الألامي والممثل والمطرق مرة تانية أقول لحضراتكم تفاصيل تشياء الجنازة إنها تبدأ تشياء جنازة الفنان القضير سمير صبري اليوم من مسجد الشرطة في السادس من أكتوبر بالتحديدا عفوا فيه إشريك زيد طبعا تنى نقل الجثمان أمس بعد وفاته في أحد الفنادق بالقاهرة إلى مستشفى العجوزة واليوم نودعه إلى مثواء الأخير نقدم طبعا خالص التعازي لكل محبي وجمهور الفنان القضير سمير صبري نقدم خالص التعازي لأسرته الصغيرة وأسرته الفنية الكبيرة لكل زملائه ولكل أصدقائه فقدنا اليوم رمز من رموز الفن أحد ركائز الفن وكان يعني موسوعة ثقافية الفنان القضير سمير صبري استطاع أن هو يؤسس يعني هو مؤسسة فنية هو بذاته كده مؤسسة فنية ومنفرد لنفسه كده الفنان سمير صبري وفنان شامل إن لله وإن الله يرجعون وخالص تعازينا لكل حضراتكم وإلى هنا تنتهي هذه التعطية شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى هناك اشتركوا في القناة